للطلاب. الطلاب السادس. والمباشرة يعني. باولها طلعت. قتلة. طبعا قتلنا من حرام. شوف هذا بعد القطن براسة. وضعك واحد. هذي شو نسوانة. يلا يعني جاكم الفراج هسا. الفراج اليوم كامل. التمرير وطب بيده وياكل. شوف هذا والنايل. يعني هسا هذا مكان والله. قلع الشي الباحة نظرفناه وياكم. هسا اليوم شوف. السلام عليكم. تحية حوة. ترغم لكم شخص يطابع الفيديو. حلقة جديدة نبديها كالعادة والصلاة على محمد وآني محمد. اه اخوان اليوم نسوي لكم جولة بالحديقة ونجاوب على اه اه او الشروط اللي هي تخص البلاول. هذا الموضوع حس حساس لان الكل جاي يسأل عن هذا الموضوع. الشروط انتاج البلابل. البلابل يا البلابل. البلابل العراقية. البلابل صورة عامة يعني. من شروط الانتاج المكان الواسع. هس انت ذا عندك محمية خير من على خير. اذا ما عندك محمية. اه القياس مثل المال السنجاف هالا. مثل بيت السنجاف هالا. الخانة مالتهم. اه ارتفاع مترين. مترين اكثر من مترين. والاه اه اه اعرض كذلك مترون سيتي. والارتفاعها هم شي يعني. النزال ما لا تنهمي ان المناسب كونسوية يعني فوق اكثر من متر. هذا المكان المناسب. اه الاعشاش اه لازم تخليها بمكانات يعني اه اه يعني ما معرضة للعين يعني مكانات امينة نسبيا امينة تشوفها انت تشوفها. واكثر من عش. وهو البلابل البسيطة بس. البلابل ابدا يعني ما اعرفه ميز صراحة يعني. لان البلابل صعب. والي يقول لك انا اعرفه هذا يطيك اقتراح يطيك يعني اه يقول لك هان هذا فحل تخمين يعني مو مو جزم مية بالمية. اه ايضا من الشروط الواجبة توفرها لانتاج البلابل هي الحشرات. الحشرات القبابي بديل القبابي. فالعفوا بعد هاي الحشرات يعني لازم هاي توفر لان هذا مني يشوف حشرات سبحان الله. البلابل مني يشوف حشرات راح يتحفز اه للانتاج. شون يتحفز يقول لك انا افرخ والفروخ اكلهم متوفر يعني غذاء الافراخ متوفر. اه فلازم توفرون حشرات. اه بعد اكو بعض الاخو ما احدهم حشرات يعني ويعايشون افراخهم هاي يعني نسبيا اي ترهم يعني. بس لازم الحشرات ضرورية لهم يعني انا اتذكر اذا موقبابي للعام و اول عام انتج اه اذا موقبابي يموت الفرخ يعني صراحة. اذا موت دودو هذا يموت الفرخ. انا شوفهم لك طولهم فراش. اه ماذا النادوس ما نادوس. اه بعد شنو والله. المي السبح. لازم تخلو لهم مي سبحون. لانتعرفون هذا هيش وقت البلبل يعشق المي. يعشق شي اسمه سبح و مي. يعني تقريبا التراب ما تراب مكملات يعني هاي الكلسات ما كلسات هاي اللي يبيعوها بالسوق. هذا اللي مفيدة لهم ايضا. اه تنويع الغذائي جدا مهم جدا مهم. يعني لا تخلو ها والله هذا ما ياكل طماطق. هذا ما ياكل بلشو. كل شي ياكل. البلبل كل شي ياكل. بس بالدرجة الاساس لازم تغروا من الحشرات. البلت اه يعني هاي الاشياء. زيان وان شاء الله هو بعد هو هذا موسمهم يعني بولابل هسه صيفي. بيعتبر البلبل صيفي. يبدي منا تقريبا هسه انتج وبدأ الاخوة يبتجون منها واي عنها الوجب الثاني يطلع يمكن. انا هسه بديت اشوفهم كثين هم يزوفون. لان شات النسية ما جاهزة. هسه بديت تشوفهم كثين هم يعني ها. احتمال بعد فترة القاهم لا مين عش. تعرفون عشهم مكانه قديم. بالتمر باعولة هذا رطب للبلاوة للحتى السنجاب ياكل. اه للبناديس للطيور كلها تاكل هذا التمر باعولة بفوائد يعني عظيمة تعرفون التوق. في هالفترة ممكن انه تزاوج البلاوة يحتاج لانهما اه 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 ويقام التمر اي انتاد شو ميصير. انا الوارحة من دبينا من هذا نظفنا العش. شوف قام بتنجلبي. بعض قام بتجيب وتتومه هنا. بسيط بهذا العش ما الفتحات. يعني ما كوش يبقى. ايه اه 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 اكمارات يبوقون شي تبوق من شي. يعني هذا العش. يجيب مواد تعشيش من هذا بس انا من انا اضف العشاش من الاعواد ومن كذا هم ليس خطيئة كيفون لان يجبون قطن جوه بالقاع قطن وريش ناعم ودجاج وما طيور توقع فهم يلفونه ما طيور تنقل ما جاء يلحق عليهم طيرانهم بسريع اخوات جيت من هذا الجانب حتى اشوفكم شوان يلمونه باعه باعه جاي رتبين به هاي الفحل هذا جاي رتب بالعش عش ممتاز يعني هذا هو هذا واحد وهذا واحد همه البناديس وبعد هناك يكون همه والله ما دام نجحت هاي الطريقة خليه خليه اركب باقي الاعشاش شوف هاي صنده مزروفة وهذا يشرب من يمهين شوف هان اخلي الكاميرا ولا طير يبقى هاجه 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 هل ابيك هل ابيك هجب هاي شون يشرب هاي مو مزروفة صنده من النار وهم يبدون يشربون من يمهين وباع المنظرش كتفة الباع هدوم مشربتين عدوم الماء وبعد هنا واسب واحد بس همه اللي يشربون من يمهين يمكن طعمه يختلف اضاعوا هذا هذا القفاص بس يدخلون اكو حبل يمي اسحب الحبل ينسد الباب عليهم واروح ألزم كيفي شنو أريد ألزمياطي بكيفي بعد عسا بلك أريد ألزم الملكيات بلك أسيطر عليهم من النار وتقعد الحظ ونصوركم اياهم نضع شون هاي اتنام هنا هاي بس واحد يجي منها يعاين على الشسمة تجي يمه قبل ما تبين حتى لو أدخل بالبيت ماكو أصور لكم ما تبين الحديقة بأكملها لأن المساحة صغيرة مو شبيرة المصورة ها البلبل اللي عبتها التمر هو أكلت المفضلة التمر بوي عشان يأكل طبعا حتى السنجاب يأكل طلع هاي اكتشافات جديدة بوي عشان تاكل هاي هذا رطب مو تمر يعني مو ما مكبوس عن ذول البنقاليات أحد أخوة قل يفتح الباب عليهم والله متردد يا أخي ليش متردد لأن باع باع هذا عشهم يعني باعي بيضهم مرة ثانية احتمال بيضة وبيضة ثانية فهذا السبب متردد خلطيهم هاي التمرة شون السنجاب يأكل هاذا يأكل تمر يأكل هاذا يحش هاي التمرة هاي رطب بيدة ويأكل هاي النفية وذاكي يأكل الفحل لا بالعكس بالعكس هاذا نمشيب ومشوارب هاذا ذيالة مشيب أنا عرفه من ذيالة من ذيالة وملاعيبة دجال صار هميام والله يمكن تقريب أقل الاربع تيارم هيتش معزولين ما نطلحون ما شاء الله هم بيضين بيضة روح اروح وارجع اريد افتح الباب وبطل والله هو قال لي خوش فكرة الولد قال لي افتح الباب عليهم خليهم براحتهم ويدخلون طلعون حسان انا ادري اذا فتحت الباب بعد يلتهون بالاشجار وهذا حتى حتى ما يجون حسان خايف خاف بيضين بيضة مشكلة لاحق ابانا اعتذع على المنظر يعني بس هذا لازم نصور اضعوا هسا هذا واحد وذوق واحد هذا البولبو العشق هذا خليه هنا فوق المشربة شم ويعطلونه زين هذا ياخذ مياه يقطعه ويطيل الأفراخه بكونوا عالنميل شنو موضوعه شوانا تخلص من النمل عندنا نمل بالحديقة. هذا اخوان هذا شوفوا هذا السمان. هذا السمان انا عندي نمله بس ما يأثر على الطيور يعني. يعني عادي نمل ما نمل عادي هاي الطيور تنظف هاي هذا السمان. وانا النادوس هو يعني اموره طيبة يعني ما عدي مشكلة. والنمل احد الاخوة يقول انه كتله طبعا قتل النمل حرام. فانت هو اكوبادال اهم شي لا تخلي يبقى بواق الاكل لا تخليها فترة طويلة. ان هو يتجمع على بواق الاكل هاي الاوساخ ما اوساخ يتجمع عليها النمل. اقول ما تصور انه الطيور يعني الطيور مشكلة. ما نطلحها. طلع بس الاجدار الالم. مع مكان شبير يعني. ما اللي ازوهم جماعة ما يقبلون على التأزيم باحة هذة هذا احد الافراخ. الباحة هو الباحة اللي هشوفوه. هاي مال البناديس وهاي جكلة افراخ جاوة. هاي باحة هكي. ها افراخ جاوة هاي. وملكيات والله ثلاث الباحة شفتها افراخ بس. اليوم وين ماجه. شوفوا هذا واحد. هذا هم فرخي ناق جديد. والله شاهد هستوني شفته. شوف هذا بعد القطن براسة. واحة جاي الزقلة. هذا بنها هنا يمهن هذا. وهذا واحد ثاني هنا. وهي هاي النفية يمهن جاي الزقلة. شي خرافي يعني. صدق تحس بالمتعة. نشوفها يقمز على الاخصان. بين الشجار صفحة في صفحة شمس مي سبحون. هاي تسوى تسوى الدنيا. زيان. هاي ما شاء الله هاي الجهة كده. هاي هم مخلفة والله ما شايف. والله كطور ما شوفها يعني من اطلع انه بيعاتبون يقولوا اللي احنا ما جاء نشوف الافراغ والانتاج وهذا. هو انا اصلا اكو فروق اتفاجأ بيها. يعني هسا هذا واحد هنانه هذا باعه فرق ما الفنجس. هذا واحد ثاني هنانه. وهس انا هسا شفتهم. الباحة شفت اثنين غير هم. ايش نقشتهم بتختلف. اه ملكي اه اكتشفت الباحة اثنين يوم اكتشفت لحفة. من غير المخاليفة كواحد ما شايفة اصلا. يعني الانتاج موجود بس هاي الاشجار شوية ما تخلي التصوير شوية يكون اه يكون مواضح على مسلط على الطيور. ست الانباء. خبر. شوف هذا والنايل. يعني هسا هذا مكان بالله. انا مخلي بوري تشت هنان هذا بوري. شنت بخلي على اساس شت زارع بي قبل. نبتة عليها تدلة هيتش وماتت. هسا هاي جاي الاف هنا تريد تبيض هنا والله ما اعرف شنو وضعية. هي هاي ابرز مشاكل ملكي. يجي وين تبيض? وين ماتان وزرق روح. لا يدقق لا يشوف العش. هانا بينما مسوي سلات. بس هي اشوف رغم السلات اكون رغم مكانات بس تجهنا. واح هاش هاي تلف هنا جاي. بالعشة الباحة نظفنا وياكم. هسا اليوم شفتي زوجي ترددن علي. هذن الفناجز. والله عادي نعيش تاني بس انه ما اعرف. شفتين ترددن علي هذا الظاهر يعني مناسب لهم. طبعا انا مثق بهذا العشة القوطية. هواي اخوة جاي يسوون هذا العشة القوطية ما ننيدو. لازم نزرفونها من فوق. ثقبونة سوء لثقوب. حتى يصل بي ثهوية. اذا مو ثقوب ترى هاي حارة الدنيا ويختنكها سالم وكانه في. حتى الظهرية تجي الشمس مسلطة عليه مباشرة. بس بسبب هاي الاوراق التين. اه هو يعني ما توصل شمس. فتحة مناسبة. وداقلة خشبان من النص قاطحها نصف دارة. ومسوي لهذا المجتم. وهاي الاخصان ماتين ما لاي شي. مغلفة من فوق للجمالية يعني. بس لازم ثقبونة. لازم يعني لازم. عشر ثقوب هي شي تثقبونة من فوق من جوة من الجوانب للتهوية. هادة تعرفون هادة حديد معدن هادة يكون هاد. جاء يتفقد الوضاع وليقيت هادة العش استغربت ليش ما رجعوا لفه بي. لقيت اوصخ باعه. هس راح اذبه هادة شوف هادة كله كله سماد يعتبر راح اذبه هنا بالمي. راح اذبه هنا بالمي هو دبيت هاني. وراح يتحلل هادة يصيل السماد للتربة. بشكوا نبوات هنا يستباد من يمن. داما نجيهنا بها اليوم اجيهنا بها المكان. ليش اجيهنا؟ لان في. في عليها. هاي الاشجار ضلل يعني. فاجيهنا متقصد يعني. اخوان طلب اخوي يعني. وهذا الطلب يعني ماكو عائلة سما بها طالب سادس علمي او سادس ادبي. فادعونا للطلاب. طلاب السادس. ولو كو بعض طلاب يعني ما اخبرنا هيتش. اللعب بلعب. فا قد تنفع الدعوة يعني. هدايتهم بالقراءة مثلا. خاصة فاي الايام. ما بقى الا القليل يعني ايام معدودة ويبدون. يدخلون بالطريق المفترق. مفترق طرق هو يعتبر. يعني اما انت تصعد يصير. متى انا مرموقة بالمجتمع اما ظل يعني هيتش. على حطك. اه فادعوه للطلاب السادس. بس في هذا المكان ويعني صدت خمسة. صدت خمسة هزا نادوس. بس شنو العدد يعني العدد شبير يعني غير معقول. هاي باع حتى من خربات القاع والله. هالنادوس يسوى انفاق بالتربة فمشكلة. انا خاف على هاي النبتة باع ولا هاي النبتة. والله يعني ممكن انه يقصون جذورها من جوة. فاش راح اسوي? راح استعين بخدمات الدجاج. راح اطلع الدجاج. هم يلعبون خطيئة وهم ياكلون هذا النادوس. دي شوون شوانة? يلا يعني جاكم الفراج هسا. الفراج اليوم كامل. اليوم كامل ما راح اخليكم بره اطلعون. يلا طبعا. يلي شو بيضين بيضة اليوم. مش حاجة بيضة واحدة. مادر. الصبح يجوز الاهل جايبين بيض. مادر. بس اسة بيضة واحدة. انا مكانهم كل تشو بيض باع ولا? للاخير واصل. خطيئة راح اوركب باع شون الاكترون بالدود باعو. راح اوركب على هذا المكان البيموي يعرفون كوبي دود وكوبي نميل وكوبي. هذا النادوس يموتون عليه. واجبطاء زي جاتعو تروا. قوزي بعد شنو? هذا ولا كلهم وجو. باع شون الاكترون باعو? الله 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 باع شون يحرف بلقاء. هذا ديت شموا يا هم. والله خلصونا من هاي. الله باع صاد وعدة. صادت وعدة وصادت وصادت هوسن. خلتها وشردت فيها. هاي هانا بعد سنة ما اصيلي لان تختل جو الطب. باع شون. هذا الدجاج يخلصنا من هاي مشاكل. طبعا انا صاب هاي الحافة صابها ضرورة واحد يصبها. لس شنو ما ادامة ما كو. في راضي نجي بلا حصو هذا ونرتبها هاي الحافات. الحافات الحائط. حادي الاخوة قل لي حاول تصبغ ترتب الحائط. انا ما ردي اصبغ هاي الجهنمية شوفها. هاي الجهنمية اجتني فكرة اسلق الورق ما الاخصان ما لاتها عليه. عليها كلها. منا لهناك. هاي كلها ثبتها بكلبسات ما ما الكهربائيين وثبتها على الحائط. هو قصة من فوق يدخل الشمس بعد مناه يتيف. فورد حتى ورد هنا يطلع ان شاء الله. هاي الفكرة الضالية ان شاء الله سوي. هاي القوة الشاق لكم عليها ما اعرف. لغادي لها وصف شوية دقيق. القوة المنقذة هاي. من يدوس برجلة بالتربة. ينزلها. لان هذي سواء فاق. يبوش التربة. فهذا شي سوي الدجاج. يدوس يبوش للتربة. ينزلها جوة يعني. يضغطها. لان صارتها يخمننا ادوس. باع شوان يلقط باع ما شاء الله ما شاء الله. هاي خلال ثوان يقضون لك على هاي الجهة كلها. هما اليوم راح نخليهم منا لليل. عم سوانها فريثة. شيني هاي يبوش سواء. يعني انا لو ضليت وكيش ما اسوي. باع شون ده سوي القاع وفتتها والتربة بنزلوها. ويمكن بلخ مستعش واحد صادة واسة. بس هنا بباية ما بيش حين ما قدر اوثق لكم كل شي. وهم يلقطوها ويشردون ما لا حق. باع باع باع. سوا هاي كلها سماد باعوا لها. هاي كلها اسمدها هاي للتربة. باعوا صادت. وانا. 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 صيثة وتركب بيها. يعني احجام طلعت هنا كوارث. هذا واحد. هذا واحد. ما شافيته. لاني شكلو عدا بيدها واحد. باعوا صادت. صادت. تنوب ما تلوتش. تب العبارع. البلبل يظري مزمز ميت مزمز. يقطع الافخاد واحد وصدر واحد وتشتف واحد. لا اذن قبل. يمنش يجري بخلاط. باع سوا بالتربة والله انا هاي تفيدنا هاي هاي. هذا التقليب يفيدنا باعشان. هاي مو التربة تقبن تقبن من النادوس. يطفجع باع باع باع. شوفوا. التربة تقبن من دادوس فهذا يمشي الماء من جو وتربة تقبن. هاي شي سوى الدجارة جيزة يقلبها يبحث يحفر بيها يحرك بالتربة يراجحها بلادية. ترجع مثل ما كانت قبل الاصابرة. باعوا هذا طبعا بفوائد مو طبيعية. هذا يعتبر. اه من الحشرات اللي بيها بروتينات عالية طبعا هاي لهم. يلا يعني نعوفكم بعد. نشوفوا النار الجانب. النية الديتش ماكو بالدنيا كلها ماكو. شوفها سهل نشق الياكلين. هو اكله بس وحده. الحد الان هو مو واحدة نص وحدة نص وحدة اكل. الباقي كله يصير هنا ويصيح هنا. يصير حين يجون ياكلهم. سبحان الله شنها المحنها شنها التفاني. كله هنا باعوا. سمع الصوت. هسا ام هن جاي يزق لهم جوه باعوا يا. ما تبين وماري دجي على بالوجه. حتى لا شوفني. سمع الصوت. هاي سيمفونية هاي موسيقى. صح بوادس الشمس بس الفتحة صغيرة وهنا يختلا. ما تطبوا لهم شمس مباشرة يعني. باعوا لها طلعت. هسا شوية وترجع عزق هذا الابو. هاي الاماية. وهذا العش بي ملكي. وذاك بي فناديز يستوهني. شوف هذا عشي ناس هاي. بيها ملكي و بيها فنجز. ثمين يعني. وتتحمل ثمين يعني. هي تحمل حتى ثلاثة. تشرب ميرك خاف. خافوا من امامة عودة علي. باعوا ها. الله هالا العش. هالا بالنص. بالسلة اكو صوت فضيع يعني. موسيقى. انا صلطني بيك يا صوت. هاي صوت زق الافراخ. باعوا لهم. ما يبينن. هسا ذنهن. باعوا لهم ذنهن بهاي السلة. هاي امهاتهم جايز زقين ويعيطن عياط. زين هسا هالا شمس. شمس فوقها ها مباشرة. شون يموتن موفطية ما اللي بي شنو. هسه عالف هاي ماكو. اخوان هادا العش. امهاتهم سوياتا. هانا بخلي هالا ورد الصناعي. يخفف جزئيا يعني من الشمس. بس المية بالمية شون بالعش. هن لفات العش. مساولاتا مثل القبوة. مثل القبوة فهو راح شوف هادا. طلعت النفية من اللي تكفح هاي. هاي النفية طلعت. مساولاتا مثل القبوة الهم. فهو يظلل من الشمس كامل يعني. مية بالمية. ما انا توصلها قطر الشمس. وتعرفون الفنجسيوني اللي في اشي. محكم محكم يعني. وهاي هاذا العش هاي سلة جدا مناسبة. يعني الا تكبر الافراغ كل الشي. كل يد الطير يلا تطلع. باع القطر مالهج قد غميك. يلا عنه هنا نختم بعد. نوار فيكم ان شاء الله جزئيات ثانية وفيديوهات ثانية. تحياتي للجميع.